حول هذا الموضوع معنا في الستوديو الخبير في شؤون آسيا الوسطى دكتور نجم عباس دكتور نجم أهلا بك مناشطة جديدة لروسيا لإرسال قوات هذه المرة لحماية بعض المنشآت الاستراتيجية هل ترى أن روسيا قد تستجيب؟ إن روسيا تنظر في الثمن السياسي والثمن الذي يمكن أن يسفر عن تورطها في مثل هذه الأزمة ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم في غزبكستان وقالت إنها تحديدا لا تود أن تكون تلك أزمة إقليمية وبالتالي فإن كل الشركاء في القالة وتطلب التعاون بصفة أمرا مشتركا وتدخلا مشتركا أما تدخل روسي واحد فإن روسيا غير مهتمة على الإطلاق بذلك فالأمم المتحدة دعت قرغزستان إلى التحقيق في الأزمة هل بإمكان هذه الحكومة القيام بهذا التحقيق في ظل الظروف الرهنة أم أنك ترى هناك حاجة إلى تحقيق دولي لاستخلاص العبار والبحث عن حل دولي لأزمة دائما ما تثور بين الفينة والأخرى لا يوجد هناك أمل في العثور على سبب لما حدث إن المشكلة هي عميقة الجزور وغياء كنبلة موقوطة كان ينتظر أن تقع في أي وقت هذه مسألة هذه مأساة ناجمة عن مما حدث في الأربعينيات وما يتعين عمله هو أنه إذا كان هناك حلول وأمور لكي تجمع الطرفين الشقي المعادلة الأسبك والقرغيس وإذا تم الوفاء بالوعود التي وقعت فيه السابع من يونيو فإنه سيكون هناك أمل في الوصول إلى حل سياسي وإلا فإن العصابات والمجرمين والمفيا هي التي ستسود هناك من بات يخشى اليوم من اتساع رقعة العنف أن تبتد هذا العنف إلى مناطق أخرى في المنطقة هل ترى هذا الاحتمال واردا؟ إن أزمة فرغانا هي أن عناصر الإحباط التي تسيطر على تلك المنطقة هو أن أولئك الذين يتحدثون نفس اللغة ويمكن دمدهم في نفس الايديولوجية السياسية وعلى نفس المستوى السياسي وبالتالي فإن هناك خطط وربما مؤامرات أن القرقزستان والأوزبك حتى على الرغم من ذلك فلا يوجد هناك أوامر لتقريب الطرفين الحكومة القرغزية متمسكة بإجراء الاستفتاء على تعديلات دستورية في موعده أواخر هذا الشهر هل هناك إمكانية في واقعية الإجراء مثل هذا الاستفتاء في ظل عمليات نزوح واسعة وحصيلة للعنف تتجاوز الألفي قتيل لسوء الحظ فإن الإنذار هو الذي يمكن لابد من وجود تحذير لهذه العناصر حتى أنه بالنسبة للسابع من يونيو فكان ذلك أمرا مسجلا وقبل ذلك كانت هناك مسجلات للرئيس السابق وعمه الذي كان هو وزير الداخلية السابق كان هناك مسجلات تقول أنهم يرغب في أن يوجه درسا للطرف الآخر وبالتالي لابد فإن المحاولة الوحيدة للأجل التمسك بالأمل والتواصل إلى استفتاء ها تم شل هذه المحاولة ولم تسفر عن نتيجة مثمرة الخبير في شؤون آسل وسط دكتور نجم